السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد من قناة حليمة ربت بيت وأبتا خير كانت مني يلقاكم بالف خير ان شاء الله يا ربي اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحلواني كتجي لمنظر ديال هزوين كيف ما كتشوفو دير اضجق في السوشال ميديا جربتها وعجباتني وقلت علش ما نشاركهش مع اخواتي راها طريقة سهلة و لكن رائعة بالسف رائعة بحقها رائعة و رائعة و ممتازة هذا الموجود الفضي يلاً معك ان يچقالوا مقادر طريقة في اللعن بسم الله على بركتي الله اول شيء نوجد مع بعضيات هو مقادر Than Cake حيث ذات مقادر مضاعفة نفضت المقواة بكاس لا ي Costa culpa الكبير عندها 1 سنسانية 1 سنذيذة الزيت 3 سنذيذة حليب خمارات كاكاو 1 فشو سرشية 1 فشو فاني 8 البيضات 200 ملح 200 ملح بlonك فهو على حسب الخالد. يلا هنبدأو. هناخدو لوبولفش غادين خدمو. هنوضعو فيه بطبيعة الحلم الحية اللولى. والبيت. والسانيدة. وليسا الشيس عفان. سوف نطربها جيدا سوف نطربها جيدا سوف نطربها جيدا سوف نستمر سوف تغير اللون البيض سوف نضربها جيدا سوف نضرب الزيت سوف نضرب الحليب سوف نستمر بحين بشوية بشوية نضرب الكمية تحين دروري يكون مغربة نقسم الكيك ونقسمها على جوش ونضرب بيضاء ونضرب الكاكاو نضرب الطحين بشوية بشوية سوف نتعقد الكيك والطحين ضروري يجب أن تغرب ثم نزيد الخمارة باربعة ثم نزيد الخمارة باربعة ثم نقسمها على جوش ثم نخلص الإناء نقسمها على جوش ثم نقسمها على جنب ثم نقسمها على جنب ثم نزيد الكاكا أوجد المقلة ثم نزيد كمينة اضع المقلة بغرير سخنها في الراس صغير على نار هادية بطريقة طيبة البانكيك اضع المقلة بشوية زيت اضع المقلة بشوية عريضة ونضع المقلة بشوية ثم نضع المقلة بشوية ثلاثة دقيقة ثلاثة دقيقة سوف نضع المقلة كيك بسم الله كيك يمتقب شوية عادي نقلبها بشطيب على الجهة الأخرى نجعلها غير شوية ونحيده كيف يمكننا التجهز سيكون نسبة للغض سوف تسميته نسيته وسوف تتحمل بعض جميلة قم بإمكاننا كمية العجينة ونضز العجينة فأم يمكننا القضاء حييرها يمكننا أن تكون المقلرة نتغير في اللو والصافي نزيد العجين الكحلة نضيفها على طبقات 1 بيضاء و 1 قهوية نضيفها ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق نرى النتيجة نفس الطريقة نضيفها ثلاثة دقائق نضيفها ثلاثة دقائق نضيفها ثلاثة دقائق ونضيفها قبل الازيين المقادر اللي استعملنا خرجوا لنا ربعه من كل شكل دابا غدينمشي باش نوجد الكريم الشانتية باش ندون زينه بالنسبة للشانتية نحتاجه علبة ديال الشانتية فاني وعلبة طلاب موس شوكولة وكاس كبير اللي كنشربوه به الماء ديال الحليب درتهم عشرة دبقائق في الفريقو تبردهم مزيان باش يطلع لنا الشانتية مقاد ناخد هذه القلبات نحلوهم ناخدت ثانية ناخدت ثانية نزيد الحليب حتى نطربوهم مزيان بعد نضيفو لهم واحد العلبة ديال دانية شوكولة ناخدت ثانية نضيفوه نضيفوه سوف نضيف دانت سوف نضيف دانت سوف نضيف دانت سوف نضيف دانت سوف نضيف تطوير سوف نضيف دانت نضيفه فقط نضيفه نضيفه وصافي لا يمكن أن يكون مقاد لأن هذا كل سيغطى وقوم بفرده نضيفه افريل نضيفه افريلي افريل 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 لا يمكن ان تسجئ بوحدة لا يمكن ان تسجئ انا شخصيا لا يعجبني شخصيا انا شخصا ريس أوريول انا يعجب دراري بما ان الحلوة كلها تحت شوكولة قدرنا كل شي شوكولات لا مشكلة نقوم بطبقة ثانية وهي قهوية ونضغطه شوية حتى تلصق هذا الشوكول ونقضه من بعد نقوم بطبقة ثانية ونقضي ونقضي نقضي هكذا نقضي هكذا نقضي يجب أن يكون هذا الشيء تساوي حتى لا يوجد طبقات جهة و جهة هابطة نضيف طبقة الخرم بيضاء و نضيف السمرة بطريقة هذه سوف نكمل كل شيء و نضيف الشكل و نعمر هذه الفراغات في الجناب الفراغات كاملين يجب أن نعمرها و نضيف كل شيء مقعد و نضيف و نقوم بتطبق و نضيف و نتجح و نضيف من بعد ساعة حلوة نهاية يخرجها من تلاجة بردات اخذت شوكولة عادي نستعليه كاس دانية شوكولة ودوبتهم في الميكرووند قدروا ندوبهم محسب في البماغ أول مرحلة نديره هي الدميعات الدميعات نازلها كاية عادي نزوقها في هذه البلاسة بسم الله نجيو للطرف هنا معلقة تكون غير صغيرة ونطلقوها الدميعات بطريقة عشوائية نجيو بحلكة واحدة طويلة واحدة قصيرة نسيحهم بحلكة ونجعلهم يمشي نسيحهم بحلكة قصيرة كيف تشوفه من الجناب الطريقة هذه سنكملها كاملة ونطلقها ونضع الشوكولة من فوق نحاولو نغطوها كامل وخي هبط مشي مشكل ونضع الشوكولة من فوق نضع الشوكولة من الفوق نضع الشوكولة من جوش ونصوصها على أوريو نضع الشوكولة من فوق نضع الشوكولة من فوق نضع الشوكولة من فوق ونضع 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 شوكولة ونضع الشوكولة من فوق ونضع الشوكولة من فوق وعليكم